افتتحت بمركز مصر للمعارض الدولية فعليات معارض صناعة بلدنا المقام تحت رعاية رئيس الوزراء وحضور عدد من الوزراء يستمر المعارض لمدة ثلاثة أيام بإشراف الهيئة الوطنية للصحافة وتنظيم مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية وبمشاركة واسعة من المؤسسات والقطاعات والشركات الصناعية والإنتاجية ورجال الأعمال والمستثمرين ومجتمع الأعمال ويستقبل المعارض المترددين من الساعة الحادية عشر صباحا إلى التسعى مساء حتى الخامس من يوليو وسط تيسيرات وتسهيلات غير مسبوقة وعروض تشمل تخفضات كبيرة على جميع المعروضات محور الصناعة اللي احنا فكرنا فيه كهيئة وطنية الصحافة مع المؤسسات الصحافية الأهرام الأخبار والجمهورية وقلنا أن احنا دورنا كهيئة إبراز هذا المجهود الجبار اللي هو بوزل بنقول يا جماعة ده احنا عملنا خطوة وخطوة الأمام محور الصناعة طبعا محور مهم جدا لما جينا فكرنا احنا كلنا مع بعضين وقلنا أن احنا لازم نشوف المنتج المصري أن احنا عايزين برضو نبرز الدور أو نظهر المنتج المصري المعرض اللي موجودة النهاردة بمسر المنتجات المصرية اللي هي الصنعة في مصر اللي حقيقة حاجة مشرفة جدا وحاجة مشجعة جدا وإحنا لدينا في مصر فعلا صنعات متقدمة جدا لا تقلع عن مسائلها في الخارج هي فقط لغير من نتعرف على بعض وأن احنا نعرف الإمكانيات اللي موجودة في مصر فيه إمكانيات في مصر تغطي وتلبي جزء كبير جدا من الاستراض وبذقة ولا تقلع مسائلها في الخارج